مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بليسيين بتبعي عقبال من البداية ما تنسوا تعملوا لايك الفيديو تشاركوا بالقناة و تنسوا لكم أخبار تونس لحظة بلحظة كشفت اليوم المحامية وفاء الشاذي خلال مدخلتها في برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهر أن الأمين العام لاتحاد شغل نوردين التبوبي تحصل على سك بقيمة 700 ألف دينار من الإمارات بدون أي سبيل ووجهت وفاء الشاذي دا عاجلي وزيرة العدل بفتح تحقيق بهذا الموضوع نظرا لتأكدها من ساحة معلوماتها وهي حقيقية وليست من وحي الخيال مطالبة وزيرة العدل ليلة جفال بالكشف عن مآل هذا الملف الخطير المتمثل في تلقي أمين عام الاتحاد التونسي لشغل مبلغ ضخم من جهة خارجية كما قد انتسم هذه كانت رسالة المحامية وفاء الشاذي إلى وزيرة العدل ليلة جفال لأنه نوردين البحيري اتلقى مبلغ قيمته 700 ألف دينار من الإمارات بدون أي سبب ما تنسوش أنتوما تعطوني يرايكم فيما يخص الموضوع ذلك والفلوس يتلقاه نوردين التبوبي يمتعها شنوه بالضبط لو كان عندكم أنتوما فكرة خاطر المحامية وفاء الشاذي ما كشفتناش علاش شنوه السبب اللي خليه ياخو معنى المبلغ ذلك هسير الكلمة الأخرى عندكم أنتوما لو كانت ناجم وذيفون معلومة نقلة تعليقاتكم بتبيع عديمة لو كانت تحبوا زيت تعطوني يرايكم فيما يخص الموضوع ذلك وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع